في إطار مساعي الحزب التقدم الاشتراكي على خط الاستحقاق الرئاسي وتأكيداً على أهمية الوصول إلى حل توفقي زار رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلات الصرح البطرياركي في بكركي على رأس وفد ضم النائبين والأبو فعور وراجي السعد حيث التقى البطريارك مربشارة بطرس الراعي وجرى البحث في الاستحقاق الرئاسي والمستجدات السياسية والتأكيد على اتفاق الطائف والتمسك برفض التقسيم والفيدرالية على صعيد آخر استقبل النائب جنبلات في مكتبه في كليمونسو السفير المصري في لبنان ياسر علوي بحضور النائب والأبو فعور ومستشاره حسام حرب وقد جرى البحث في آخر المستجدات